لازم بكرا ان شاء الله الكل يبقى عارف ان احنا عندنا مباراة مهمة جدا ومباراة صعبة جدا 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 المنتخب الليبي ناس كتيرة جدا كان بتقود معي تقول لي المنتخب الليبي منتخب سهل لا المنتخب الليبي ليس منتخب سهل المنتخب الليبي واضح جدا في الملعب يوم الجمعة هو عنده من اللاعبين يملك مدير فني جيد جدا بالمناسبة خفير كليمنتي المدير الفني الاسباني لمنتخب ليبيا مدرب في منتهى الزكاء وعارف كويس جدا حتى تصريحاته كل التصريحات اللي جاية اللي اسمعناها من خفير كليمنتي خلال اليومين ثلاثة اللي فاتوا بعد المباراة تؤكد على خبرة هذا المدرب وانه هو مدرب يبحث عن الوصول الى المباراة النهائية في كأس العالم المباراة يعني ان انت تسعد كأس العالم نسميها المباراة النهائية فالكل بيبحث عن هذا الامر منتخبنا الوطني هو منتخب رائع وعنده مجموعة جيدة من اللاعبين وعنده مدير فني جيد جدا وكل حاجة ولكن هيحتاج وقت طبعا عشان شكل الفريق يتغير وشكل التاكتك اللي جواه الملعب يتغير ولكن احذروا من مباراة بكرة مباراة صعبة جدا جدا يجب على الجميع ان هو يقف خلف منتخبنا الملعب الواحد لعب على ملعب ترتان كتير جدا ملعب الترتان ده من اسوأ الملعب اللي انت ممكن تلعب عليها خصوصا ان انت مش عشان حاجة ولكن ان انت طول عمرك بتلعب على ملعب طبيعية ان انت تيجي تلعب على ملعب الترتان الكرة بتبقى أسرع لفة الكرة بتبقى مختلفة حاجات كتيرة جدا رجلين اللاعب على الملعب بتبقى ما بتبقاش سابتة زي النجيل الطبيعي وبالتالي هي مباراة مختلفة وملعب مختلف ومنتخب جيد جدا انا بصنفه كده هو منتخب جيد ماينفعش نقول ان هذا المنتخب هو منتخب سهل لا بيعرفوا يقفلوا كويس من الناحية الدفعية وعارفين يقفوا ازاي والهجمة بتاعتهم هي هجمة مرتدة الراجل مبارح او يوم الجمعة اشتغل على خفير كليمنتي اشتغل على كيفية غلق المفاتيح للمنتخب الوطني ونجح ونجح بمنتهى الزكاية الحقيقة يعني قفل على كل مفاتيح منتخبنا الوطني ولما دخل فيه هدف عمل تغييراته بسرعة جدا وجازف بدري جدا وقدر ان هو يعني يمتلك نص الملعب شوية حتى لو خمس دقايق ولا سبع دقايق من المنتخب الوطني ولكن تغييرات كارلوس كيروش اعادت المباراة مرة تانية لمنتخبنا الوطني وبالتالي احنا مع فكرين كارلوس كيروش وخفير كليمنتي واحد من افضل المديرين الفنيين وده واحد من افضل مديرين الفنيين احنا بكرة مباراة امام فكر كيروش امام فكر خفير كليمنتي مين اللي هيكسب هذه المباراة نتمنى يا رب طبعا كل التوفيق لمنتخبنا الوطني مين اللي حيلعب في المباراة هل سيكون هناك تغييرات في مباراة منتخبنا الوطني التشكيل اللي حيلعب بكرة غير التشكيل اللي لعب يوم الجمعة اللي فاتت الكل اجمع على كده قالك ان احمد فتحي حيلعب نحية اليمين ايمان اشرف حيلعب نحية الشمال رغم من التقلق الكبير لاكرم توفيق في المباراة الاخيرة حتى لما حمدي الهون ينزل راح نحية تانية راح نحية شمالنا موقفش عند اكرم وبالتالي هل احمد فتحي حيلعب هل ايمان اشرف حيلعب الرباعي حمدي الوينش وحجازي ومن خلفهم الشناوي اعتقد ان دول حاجزين اماكنهم طرق حامد هل حيلعب بتلاتة او بثلاثي في وسط الملعب طرق حامد والنني وعمر السلية وانا من وجهة نظر ان ده الاقرب ده اللي حيحصل حيلعب ايمان اشرف نحية الشمال بدل فتوح ممكن يخلي اكرم توفيق او احمد فتحي واحد فيهم والوينش و احمد حجازي ومن وراهم محمد الشناوي وفي خط الوسط حيلعب بثلاثي في خط الوسط طارق حامد عمر السلية محمد النني محمد صلاح عمر مرموش وفي الامام يكون مصطفى محمد عمر مرموش او يبدأ بقى برمضان صبحي بان هو يستغل سرعة رمضان صبحي او عمر مرموش ناحية الشمال ويستغل طبعا قدرة محمد صلاح على تغيير نتيجة المباراة في اي وقت في اي وقت لان التكتك اللي لعب به خفير كليمنتي في مباراة القاهرة مش هو اللي حيلعب به اكيد 100% في مباراة بني غازي وبالتالي حيبقى عندك المساحات اللي محمد صلاح يقدر يستغلها اللي رمضان يقدر يستغلها اللي مرموش يقدر يستغلها اللي مصطفى محمد كمان او احمد حسن كوكا واحد فيهم ولكن اعتقد ان الاقرب ان مصطفى محمد هو اللي يبدأ المباراة ده شكل المنتخب خلال الفترة السابقة نتمنى يا رب كل التوفيق لمنتخبنا بكرا ان شاء الله في مباراته الهمة جدا اشتركوا في القناة